مجموعة هرمس المالية تتوقع تجاوز القيمة السوقية لأرامكو التريليون دولار منظمة وبك تؤكد الالتزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الامتاج بنسبة 94% أهلا بكم في أخبار اقتصادية مفصلة السلام عليكم توقع مدير صناديق ومؤسسات استثمارية أن تتجاوز القيمة السوقية لشركة أرامكو السعودية التريليون دولار عندما تطرح أسفمها للاكتتاب العام الأولي خلال العام المقبل وأظهر استطلاع صادر عن المجموعة المالية هرمس بأن 39% من مديري صناديق ومؤسسات استثمارية توقعوا أن تتراوح القيمة السوقية لأرامكو بين تريليون وتريليون وخمسمائة مليار دولار بينما توقع 24% بأن تكون أعلى من تريليون ونصف تريليون دولار وأظهر التقرير هرمس الذي نقلته رويترز بأن 36% من المستطلع آراءهم يرون بأن القيمة السوقية ستكون الأقل من تريليون دولار ونبقى في أخبار أرامكو حيث توقع الرئيس التنفيذي للشركة أمين الناصر انحصار تخمة المعروض النفطي عالميا خلال النصف الأول من عام 2017 وقال في مؤتمر نفطي بالبحرين إن القطاع النفطي بحاجة إلى مواصلة الاستثمار للمدى الطويل بالرغم من الأسعار المنخفضة وحول عملية دراج أرامكو أكد الناصر أن الشركة تمضي قدما في هذا الأمر كما هو مخطط له ومن المتوقع أن يجري الطرح في الداخل والخارج في النصف الثاني من عام 2018 مضيفا أن كل شيء يمضي بسلاسة تامة كما خطط له مبينا أن تتائج ستقدم إلى مجلس إدارة الشركة ومساهميها للبت بشأن أين ستدرج أرامكو فتحت اليابان في السنوات الأخيرة أبوابها على مصراعيها أمام الاستثمارات الخارجية في إطار الخطة الاستراتيجية لرئيس وزرائها شينزو أبي ما يعد فرصة واعدة أمام الاستثمارات السعودية في ضوء رؤية 2030 زاد الانفتاح الياباني بصورة كبيرة على السوق العالمية بعد إعلان رئيس وزرائها شينزو أبي عن استراتيجياته الاقتصادية المعروفة باسم أبي نوميكس وإحدى ركائز هذه الاستراتيجية تتمثل في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتمهيد الطريق للشركات الأجنبية للاستثمار فيها عن طريق تخفيف القيود والإعفاءات الضريبية وتسهيلات أخرى وتلعب منظمة اليابان للتجارة الخارجية أو جيترو دورا مفصلي في الترويج لهذه الاستراتيجية فهي تقدم المساعدات للمستثمرين الأجانب والاستشارات المجانية وتأخذ بيدها حتى تشق طريقها في السوق الياباني وقد خلق كل هذا بيئة خصبة لاستثمارات واعدة للمملكة العربية السعودية في اليابان في ضوء رؤيتها الاقتصادية لعام 2030 أعتقد أننا مقبلون على عهد جديد من العلاقات الاقتصادية بين اليابان والسعودية ففي سبتمبر من العام الماضي قام ولي ولي العهد السعودي بزيارة اليابان ونقل رؤية بلاده لعام 2030 وقد عهد رئيس الوزراء الياباني ببذل الجهود في التعاون الثنائي من أجل نقل التجربة اليابانية إلى السعودية للمساهمة في المزيد من الازدهار الاقتصادي وتحقيق الرؤية وتعهدت منظمة جيترو بتحقيق مصلحة البلدين في عدة مجالات كالبيئة والطاقة وتقنية المعلومات والاتصالات ولذلك قامت جيترو بعقد الندوات والمحاضرات لرجال الأعمال لتعريفهم وإطلاعهم على بيئة الاستثمارات في اليابان وتوفر منظمة اليابان للتجارة الخارجية بيئة رفيقة بالأعمال حيث تقدم للشركات الأجنبية التي ترغب في دخول السوق اليابانية مكاتب مجانية لمدة خمسين يوم عمل مجهزة بكافة المستلزمات الإدارية توافقت الاستراتيجية الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو أبي المعروفة باسم أبي نوميكس مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لعام 2030 ما يمهد طريقة أمام استثمارات واعدة للمملكة العربية السعودية في اليابان إشام الرجباني لقناة الإخبارية توكيو اختتم سوق الأسهم المحلي جلسة اليوم على ارتفاع بعشرين بالمئة عند مستوى ستة الاف وتسعمائة وثلاثة وتسعين نقطة وسط تداولات بلغت قيمتها ثلاثة مليارات ونصف المليار ريال وتصدرت شركات الطباعة والتغليف والأبحاث والتسويق وسوليديرتي تكافل قائمة الشركات الأكثر ارتفاعاً وفي المقابل جاءت شركات الجزيرة ريت والرياض ريت ونادك على رأس الشركات الأكثر انخفاضاً في تعاملات اليوم شارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية يسر في الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي هو الاجتماع التاسع عشر للجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تم فيه استعراض أوراق العمل المقدمة من الدول الآفاء من ضمنها ورقة المملكة العربية السعودية طبعاً اليوم هو اليوم الثاني من الاجتماع اللجنة التنفيذية التاسع عشر في مجموعة أوراق عمل طرحات المملكة العربية السعودية قدمت ورقة عمل عن التعليم الإلكتروني وطبعا باقي الدول الخليج كان عندها أوراق عمل عرضتها واستعرضنا أيضا بنود الاجتماع الثامن عشر اللي قبل هذا كان في سلطنة عمان وأيضا ناقشنا ما يخص المؤتمر الدورة الخامسة من المؤتمر إن شاء الله وتحدثت ورقة عمل المملكة أيضا عن حكمة وتشريعات التعليم الإلكتروني من خلال منصة موحدة في المملكة تضم الجامعة كافة كما تقارب هذه المنصة بين التدريب التقليدي والإلكتروني بحيث تحدد نسبة التدريب والتعليم الإلكتروني وأن تتزايد هذه النسبة سنويا كانت الفكرة أن نستعرض عن التجربة التي تمت في المملكة العربية السعودية في مخص التعليم الإلكتروني وجهود وزارة التعليم والجامعات السعودية في تقديم منصات التعليم الإلكتروني وكذلك جهود القطاع الخاص وما هي التحديات المرين عليها والتوجه الآن من ضمن رؤية المملكة 2030 في تقديم منصة موحدة للتعليم الكتروني في المملكة وتم استعراض كافة أوراق العمل بين جميع الدول حيث قدمت المملكة ودولة الإمارات ورقة مشتركة للربط بين التدريب والتعليم ووضع تصور للاجتماع القادم والذي سيعقد في دولة البحرين وأكد الاجتماع على وضع الأولويات الخدمات الألكترونية والتي سيبدأ العمل بها ومنها البوابات الألكترونية للمطارات ودخول مرافق دول مجلس التعاون بالإضافة إلى تبادل الخدمات المعلوماتية بين دول المجلس ضحى الحداد الإخبارية الدوحة كشفت وزارة التجارة والاستثمار عن العديد من المبادرات الاقتصادية المرتبطة في برنامج تحول الوطني 2020 ومن هذه المبادرات التي أطلقتها الوزارة مبادرة مراكز الخدمة الشاملة الموحدة والتي تهدف إلى توفير جميع الخدمات الحكومية للمستثمر المحلي والأجنبي في مراكز خدمة موحدة ونموذجية ولتبسيط إجراءات مزاولة الأنشطة التجارية وإزالة العقبات في طريق تأسيس المشاءات التجارية لبدء النشاط وإيجاد منصة واحدة للمستثمرين أكد الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو أن أحدث بيانات المنظمة الخاصة بعضاع الإنتاج في الدول الحادي عشر والمشاركة في اتفاق خفض الإنتاج تشير إلى تحقيق دول أوبك مستوى التزام بالاتفاق وبنسبة 94% في يناير الماضي في حين بلغت نسبة الالتزام بالاتفاق في الدول غير الأعضاء في أوبك والمشاركة أيضا في الاتفاق بنسبة 86% مشيرا إلى أن الدول المشاركة في الاتفاق ملتزمة بعملية خفض الإنتاج وبشكل موثق من أجل تحقيق مزيد من التحسينات لتوازن السوق قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا إن الطلب العالمي على السفر جوا ارتفع إلى 9% في يناير الماضي مسجلا أعلى زيادة فيما يزيد على خمس سنوات وبدعم من زيادة الطلب في سوق السفر المحلية في الهند والصين وقفز عدد المسافرين جوا إلى 14% في منطقة آسيا والمحيط الهادي بينما تراجع النمو في أمريكا الشمالية للشهر الرابع على التوالي واتوقع اتحاد إياتا بأن يظل نمو الطلب العالمي السنوي على السفر بالطائرات في نطاق 5% تسارع النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الثلاثة أشهر المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر الماضي مدعوم البنتعاش الاستثمارات بالرغم من تزايد الواردات بشكل ملحوظ خلال تلك الفترة وأكد مكتب الإحصاءات الأوروبي نمو الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة بـ 14% خلال الربع الرابع مقارنة بما كان عليه خلال الربع الثالث من العام الماضي بينما ارتفع بنسبة 1.17% مقارنة بما كان عليه خلال ذات الفترة من عام 2015 فيما شهدت الاستثمارات نمو خلال الربع الأخير من 2016 بنسبة 16% ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي خلال فبراير الماضي بخلاف التوقعات بعد سبعة أشهر من الانخفاض المتواصل وأظهرت بيانات بنك الشعب ارتفاعا في احتياطيات النقد الأجنبي بمقدار 6.900.000.000 دولار إلى نحو ثلاثة تريليونات دولار في الشهر الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى تريليوني وتسعمائة وتسعة وستين مليار دولار وجاء هذا الارتفاع مدعوما بالنمو الاقتصادي القوي للبلاد والقيود الذي فرضت مؤخرا على حركة رؤوس الأموال إلى جانب استقرار سعر صرف اليوان توقعت وكالة فيتش للتصنيف الاعتماني انخفاض متوسط أسعار النفط للعام الحالي إلى أدنى مستوياتها خلال شهري يناير وفبراير وارجعت وكالة التصنيف الاعتماني ذلك إلى الانتعاش في نشاط الحفر الأمريكي والذي سيعزز من إنتاج النفط الصخري خلال النصف الثاني من 2017 وتتوقع فيتش تراجعا في أسعار النفط بنهاية العام الجاري إلى 52 دولار وترتد بعد ذلك إلى نحو 55 دولار في 2018 و2019 على الترتيب وختاما هذا تذكير بأهم العناوين مجموعة هيرمس المالية تتوقع تجاوز القيمة السوقية لأرامكو التريليون دولار منظمة أوبك تؤكد التزام الدول الأعضاء باتفاق خفض الانتاج بنسبة 94% شكرا لطيب المتابعة دمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة